اشتركوا في القناة في القناة 2022 بالموافقة على تعديل بعض احكم النظام القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتمت احالته الى مجلس الشورى تفاعل كبير ابداه السادة النواب خلال جلستهم لهذا الاسبوع مع الردود التي قدمها عدد من الوزراء الذين حضروا الجلسة حيث اجاب سعادة وزير العمل على اسئلة نيابية حول بحرنة الوظائف والخطة الوطنية لسوق العمل للسنوات من 2023 الى 2027 علاوة على اعداد الباحثين عن العمل حيث اكد وزير العمل على الجهود الوطنية الكبيرة لاجاد فرص العمل وتأهيل الكوادر البحرينية عرض على الاخوة والسائل اثباتات تبين مدى تطابق هذه المعلومات بين الوزارة وبين التأمينات الاجتماعية بتأييد جهات معنية اخرى فهذا الحقيقة يجب عدم التشكيك في المعلومات الخاصة بالتوظيف ممكن نقاشها ممكن فهمها ممكن تعرف عليها بشكل اكبر ولكن من المهم معرفة بان هي ارقام ورائها جهات ورائها خبراء ورائها رجال مخلصين في كل مواقع العمل سواء كان في القطاع الحكومي ولا في القطاع الخاص عملية بحرنة الوظائف وجعل المواطن البحريني الخيار الاول في التوظيف كانت الاكثر حضورا في جميع اسئلة السادة النواب والاستفسارات التي تقدموا بها حول اعداد الموظفين الاجانب وسبل احلال البحرينيين مكانهم في مختلف القطاعات ومن ابرز هذه القطاعات قطاع التعليم الذي حاز على اهتمام الجميع خلال رلول وزير التربية والتعليم قدمنا اليوم لمجلس النواب اجابة تتعلق بخطة وزارة التربية والتعليم لبحرانة قطاع التعليم وبين طبعا ما حققته الوزارة على مدى السنوات الماضية من انجازات في هذا الجانب وطبعا بلغت نسبة البحرانة في قطاع التعليم لدى وزارة التربية والتعليم 85% وهذا كلها نتيجة العمل الجاد والدؤوب الذي قامت به الوزارة بدعم من الحكومة الموقرة تطرقت ايضا الى دور كلية البحرين للمعلمين في تدريب واعداد المعلم البحريني وتطرقت طبعا الى موضوع التخصصات المهم ان يشغلها المعلمون البحرينيون انا الاهتمامي بمؤسسة التعليمي ليش؟ لان اتوقع نهوض اي مجتمع يقوم على نهوض التعليم فيه اذا استطعنا معالجة الخلل الموجود في مؤسسة التعليمية اتوقع جميع مشاكلنا بتنحل وبعد مناقشات طويلة قرر مجلس النواب عدم اعتماد الحساب الختامي الموحد للسنة المالية 2021 وذلك بعد ان قدمت لجنة الشؤون المالية والاقتصاد تقريرها وتوصيتها بعدم الاعتماد حيث اكد رئيس اللجنة اصرار الاعضاء على دفع الحكومة لاتخاذ المزيد من الاجراءات في صالح المواطن نحن في اللجنة المالية ناقشنا هذا الملف باستفاضة وحلناه اليوم الى الجلسة ولكن في اللجنة في النهاية قلنا هل نوافق او نرفض الحساب الختامي وجدنا ان الرفض يمكن ان يكون اقرب الى اصرار على الحكومة لاتخاذ مواقف اكثر ايجابية وتعديل الميزانية العامة للدولة في المرات المقبلة سبع مقترحات برغبة قدمها السادة النواب بصفة مستعجلة واحالها للحكومة من ابرزها صرف مبالغ تعويض الديزل للصيادين والية معالجة الاجور المتدنية في رياض الاطفال ومقترح باعادة التيار الكهربائي لعدد من المساجد علاوة على تخفيف ساعات العمل وعطلة في العشر الاواخر من شهر رمضان حلحلة ملف البطالة واحلال الموظف البحريني العنوان العريض لجلسة مجلس النواب لهذا الأسبوع بيّن خلالها كل من وزير العمل ووزير التربية والتعليم بالأرقام والخطط السعي الدؤوب لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر